ما هي حقيقة تأخير المساعدات التي أعلنت عنها بلدية بيروت؟ قصدنا محافظ بيروت القادر زياد شبيب فتمنع عن شرح الموضوع وطلب من فريق عمل تليفزيون لبنان مقابلة المهندس غسان الياس تعاونوا المجلس البلدي وساعدت المحافظ وعملوا تعديل للموازنة راحت عند معالي الوزير عملت برمتها تعرفت بدي هي برمتها بين مرأة بعام بين ديوان بين كذا بدأت ترجع تجي لهم لا تتنفذ مفروض اليوم تصل من عند معالي الوزير يكون عدلنا الموازنة وصارت جاهزة للتنفيذ بهذا الوقت الأسامة اللي نحطت بجداول وطلع فيها قرار مجلس البلدي راحت عند معالي الوزير تصدق عليها ترجع تروح على الديوان تطعم رائبا تروح على الديوان الديوان كان عنده ملاحظات خلق أعطيكي كوبي من الملاحظات تبع الديوان عم نجاوب عليها كمجلس بلدي عم بتجاوب عليها كلجنة اللي اشتغلت الأسامة ونققت الأسامة استناداً لأي معايير هي بتجاوب عليها ونحن اللي ما طلوب مننا البنور اللي نحن عنا إياها نحنها جوابنا عليها وعدنا بعدها للقاء رئيس بلدية بيروت جمال العيتاني الذي شرح من وجهة نظره الأسباب حجز الاعتماد صار فيه تأخير عليه بسبب تأخير موافع على الموازن اللي انبعتت للمجلس البلدي مأخرة بحدود لأربعة شهر أخذنا قرار فيها نحن بالإجماع عدلناها صار فيه تعديلات عليها تمت التعديلات إن شاء الله اليوم بتكون خلصة التعديلات الموافعة على التعديلات كلياتها وبكرة منروح بملف كامل على ديوان المحاسبة لحتى يوافع عليها شو فينا نقول للناس اللي ناطر المساعدات ونحن بعد في عشرة أيام ليخلص شهر رمضان قبل كل شي ما تخلوا حدا يربحكم جميلة شي فرض علينا وواجب علينا كبلدية بيروت إنه نحن نشتغل لخدمتكن هاي أول شي التاني شي هاي المساعدة مش أول مساعدة ولا إخر مساعدة حتوصل الخمسة وسبعين ألف اسم بعد ما نشيل كل الأعداد اللي متراكمة أو من عادي مرة تانية حنعطي كل شخص تقدم على مساعدة لبيروت ومش هون حنوقف أخذنا قرار تاني بأربعة مليار تانية وفيه الأرار تالت بدنا نأخذه قريبا جدا كمان لنكفي ما نرد ولا طلب وهنا المواطن ينتظر الفرج مع انتهاء شهر رمضان المبارك ومع عودة جيروس كورونا إلى لبنان